تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 338 قضية تموينية بمضبطة بلغت قرابة 109 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الستراتيجية تم ضبط أكثر من 59 طن مواد غذائية كما تم ضبط أكثر من 16 طن سلع غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن أسمنت وتم ضبط ما يقرب من 13 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 411 قضية من بينها 127 قضية خبز ناقص الوزن و58 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات تلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت قرابة 170 طن أقماح محلية